بسم الله الرحمن الرحيم السيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية أو الـ UN Habitat زملائي السيدة الوزراء السيد محافظ القاهرة السيدات والسيدة الحضور ممثلي كافة أطياف العملية التنموية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص اسمحوا لي أرحب بحضرككم في رحاب العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع للمدن الجديدة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية والتي تمثل نموذج من الأفكار والأنشطة والبرامج التي يروج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنة البشرية الهبيتات ضمن أجندته والحقيقة يمكن إحنا سعداء النهاردة وأنا سعيد شخصياً بلقاء السيدة المديرة التنفيذية للحديث عن التنظيم للمنتدى الحضر العالمي في نسخته السنية عشر واللي إن شاء الله هتعقد في القاهرة في الفترة ما بين 4 إلى 8 نوفمبر القادم إن شاء الله تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور زي ما حضركم سمعته من السيدة المديرة التنفيذية متوقع إن هناك حضور لأكتر من 20 ألف مشارك الأهم إن منهم ما يقرب من 14 ألف حيبقوا من 179 دولة يعني إحنا بنتكلم على محفى العالمي يعني سيعقد في العاصمة القاهرة وده يعتبر تبقى لتعريف الأمم المتحدة هو ثاني أكبر حدث وفاعلية بتنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم بعد الكوب والحمد لله كان لدينا تجربة ناجحة جداً في تنظيم الكوب 27 في مدينة شرم الشيخ والنهاردة إحنا إن شاء الله بنعد العدة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي في القاهرة